السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هناك العديد من الأشخاص لا يستطيعون التفريق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي في هذا الفيديو لدينا أسهل طريقة للتفريق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي سنبدأ هذا الفيديو بتعريف للفعل المتعدي ثم سنتناول الفعل اللازم والفعل اللازم ثم الطريقة التفريق بين الفعل اللازم والفعل المتعدي فهي طريقة جيد سهلة فالفعل المتعدي هو فعل يتعد الفاعل إلى نصب المفعول به لتكون الجملة مفيدة مع الفعل المتعدي لا بد من مفعول به فهو يتعد الفاعل إلى نصب مفعول به ونعرف أن المفعول به دائما منصوب مثال على ذلك ضرب الولد طائرة ضرب الولد الطائرة يعني لا بد من مفعول به ليتم المعنى ماذا ضرب الولد؟ ضرب الطائرة فهو تعدى هنا الفاعل أي الولد إلى نصب المفعول به وهو الطائرة ولدينا الفعل اللازم الفعل اللازم هو فعل يكتفي فقط بالفاعل لتكون الجملة مفيدة فالفاعل كاف لتكون هذه الجملة مفيدة مثل نام الطفل نام الطفل أي كلمة ستأتي هنا ستعرب إما جار ومجرور أو مفعول فيه ولا تعرب مفعولا به مثال على ذلك نام الطفل فوق الأريكة أو نام الطفل في المنزل أي كلمة ستعرب إعرابا غير المفعول به هذا الفعل لازم يكتفي فقط برفع الفاعل ولا يحتاج لمفعول به لتكون الجملة ذات معنى وجملة مفيدة طريقة التفريق بينهما وهي طريقة جد سهلة نربط الفعل بضمير نصب إما هاء الغائب أو كاف المخاطبة فإذا قبل الفعل دخولهما أي دخول إما هاء الغائب أو كاف المخاطبة فهو فعل متعدي فهو يحتاج لمفعول به فإذا لم يقبل دخول هذه الضمائر فهو فعل لازم ويكتفي فقط بالفاعل لتكون الجملة مفيدة هنا فالفاعل كاف لدينا أمثل على ذلك نأخذ الفعل ضربة سندخل عليه كاف المخاطبة سنقول ضربك فهو قابل بهذه الكاف نقول ضربك أخوك فهو قابل بهذه بهذا الضمير نقول كذلك سنقوم بتجرب الها سنقول ضربه ضربه أبوه فهو قابل بهذه الضمائر فهو فعل متعدي فهو يحتاج لمفعول به ليكون الكلام متاما وتكون الجملة ذات معنا ثم نأخذ مثال آخر الفعل سمع لكن في هذه المرة سنجربها الغائب سنقول سمعه سمعه الناس وهو يصرخ يعني الفعل هنا قابل بهذا الضمير إذن هو فعل متعدي فهو قابل بالها وكذلك سيقبل بالكاف نقول سمعك عمك أو سمعك صديقك يعني هنا الفعل قابل بالكاف والها إذن هو فعل متعدي فهو فعل يحتاج لمفعول به سنأخذ مثال آخر لفعل نام سندخل عليه كاف المخاطبة سنقول نامك هنا الكاف لا تتناسب مع هذا الفعل سنحاول معها الغائب سنقول نامه هنا كذلك يظهر لنا أن لا تتناسب كذلك مع هذا الفعل إذن هذا الفعل فعل لازم يعني فعل نازم يكتفي فقط بالفعل ليكون الكلام دمعنا وتكون الجملة مفيدة أمثلة بفعل متعدي رسم الفنان لوحة يعني ماذا رسم الفنان رسم لوحة هنا لوحة مفعول به منصوب والمفعول به دائما منصوب كذلك يحب الفلاح الأرض ماذا يحب الفلاح يحب الأرض يعني لا بد من مفعول به لتكون الجملة ذات معنى وتكون مفيدة ثم صنع أحمد لعبة ماذا صنع أحمد صنع لعبة يعني لا بد من مفعول به ليكون الكلام ذات معنى وتكون الجملة مفيدة كذلك سنأخذ أمثلة بفعل لازم استحممت استحممت هنا لدينا فعل استحمم ثم هي ضمير متصل في محل رفع الفاعل هنا الفعل اكتفى فقط بالفاعل فهو فعل لازم كذلك يخرج الماء يعني يخرج فعل الماء هو الفاعل كذلك ينسكب الزيت لدينا فعل وفاعل يعني لتكون الجملة مفيدة ودات معنى فالفعل هنا يكتفي فقط بالفاعل ولا يتعده لمفعول به سنقوم بجريب يعني الهاء والكاف على هذه الأفعال سنقول استحممك أو استحممه يعني نلاحظ أن الفعل لم يقبل بهذه الضمائر سنقوم بجريب أعلى الفعل يخرج وسنقول يخرجك يخرجه نلاحظ كذلك أن هذا الفعل لم يقبل بهذه الأفعال كذلك ينسكبه أو ينسكبك نلاحظ أن هذه الأفعال يعني لا تقبل بها الغائب وكاف المخاطبة إذن فهي أفعال لازمة لازمان